عدوى للطرابات التي تعرضت لها البنوك الأمريكية الأسبوع الماضي انتقلت إلى أوروبا هذا الأسبوع كريدي سويس ثاني أكبر البنوك السويسرية واجه ضغوطا مؤخرا هذا الأسبوع بعدما تسبب انهيار مصرفين أمريكيين مقرضين بأزمة في القطاع ومع إغلاق الأسباق المالية الجمعة كانت أسهم البنك قد انخفضت بنسبة 8% فمنذ انهيار بنك سيليكون بالي في الولايات المتحدة تخوف المستثمرون من وصول هذه العدوى إلى المصارف حول العالم ما أدى إلى بيع أسهم في بنوك عدة من بينها كريدي سويس وتوازيا مع ذلك ترجعت أسهم البنك السويسرية حيث خسرت أكثر من 30% من قيمتها وهو أكبر خفاض يسجل في تاريخ البنك في يوم واحد فيما بلغت القيمة السوقية للمصر في 7 مليارات فرانك سويسري فقط وهو رقم منخفض بالنسبة لبنك مصنف بين أهم 30 بنكا في العالم وفي مسعى لدعم السيولة النقدية لديه أعلن بنك كريدي سويس اقتراض 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري ومع تراجع ثقة المستثمرين والشركاء اضطر البنك المركزي إلى إقراض كريدي سويس لإنعاش المؤسسة وطمأنة الأسواق وأمام تلك الأوضاع يتحتم على مصر في كريدي سويس ثاني أكبر بنك في سويسرا من حيث الأصول إيجاد طرق لطمأنة المستثمرين مهما كلف الأمر قبل صباح الاثنين فيما يبدو أن منافسه الكبير يو بي اس قد يتدخل لإنقاذه حيث أوردت تقارير صحفية أن بنك يو بي اس يجري محادثات للاستحواذ كليا أو جزئيا على منافسه مشيرة إلى احتمال التوصل إلى اتفاق قريبا